اشتركوا في القناة الدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في النهض بالأداء ودعم منظومة العمل الحكومي والارتقاء به إلى مرحلة جديدة من التميز لتقديم أفضل الخدمات وتسيرها تحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف لتعزيز موقع المواطن كمحور أساسي للتنمية كما أعرب جلالته عن الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على مبادرته لإقامة وتنظيم هذا الملتقى الهام وسعيه المتواصل وإسهاماته في تطوير أداء الحكومة وتبني المبادرات ووضع الخطط والبرامج التي تدعم الاقتصاد الوطني خدمة للوطن والمواطن وأشهد صاحب الجلالة حفظه الله بالعرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وتناول فيه أبرز أولويات المرحلة القادمة في العمل الحكومي بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة لصالح المواطنين مباركا جلالته كذلك جهد أعضاء الفريق الحكومي وعملهم الدؤوب في هذا الجانب حثا على مواصلة الجهود التي تعزز الإنتاجية وترتقي بالأداء ارتكازا على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة موجها جلالته إلى مزيد من الاهتمام بقضايا المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والنهوض بمستوى الخدمات الحكومية وتوفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطن البحريني كما نوه جلالته بالنتائج المهمة لهذا الملتقى الذي جمع القادة والمسؤولين الحكوميين كفريق واحد من أجل تبادل الأفكار والآراء بهدف تعزيز أطر التعاون والتنسيق لمواصلة العمل نحو الأولويات والأهداف والخطط والمشاريع التنموية التي حددتها المملكة ضمن رؤيتها الاقتصادية لتحقيق تطلعات المواطنين في مزيد من الرخاء والتنمية والتطور مشيرا جلالته إلى الأرقام والإحصائيات التي طرحت في الملتقى والتي تبشر بمستقبل مشرق للمملكة بإذن الله كما أكد جلالته حفظه الله أن البحرين وعلى الرغم من التحديات استطاعت الانطلاق نحو التطوير الشامل في جميع الميادين وهي رائدة في هذا المجال وذلك بتوفيق من الله ثم بإخلاص شعبها الوفي وأشهد جلالة العاهل المفدة بالإنجازات العظيمة والمستمرة التي تحقيقها مملكة البحرين في شتى القطاعات مؤكدا أن المملكة نجحت في قطع أشواط متقدمة في كافة المجالات التنموية بفضل سواعد وجهود أبنائها وأعرب جلالته عن تطلعه إلى المستقبل بكل ثقة وتفاؤل منوها بأن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المثمر لتحقيق تطلعات شعب البحرين وإنجاز أهداف التنمية والرفعة للمملكة ولتقدمها والحفاظ على المنجزات الوطنية وتطويرها ومواصلة مسيرة البناء والتقدم من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر استمرار العمل لتطوير الأداء الحكومي وضمان أن تكون مخرجات العمل الوطني في المستوى والجودة التي تحقق ما هو مرسوم للمواطن من بيئة خدمية متميزة تضمن له الحياة الكريمة وذلك تحقيقا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدعم عاهل البلاد المفدى للملتقى الحكومي 2016 والذي أسهم في خروجه بالصورة التي تدعم العمل الحكومي وتقوده باتجاه المزيد من التطوير والنماء منوها سموه بمساندة وتبني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكافة المبادرات الخلاقة التي تدفع بنجاح استراتيجيات تطوير الأداء وتحسين مخرجات العمل الحكومي وبخاصة الجانب الخدمي ترجمة نانسي قنقر